وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني يمكن أحدث حاجة عملتها الوزارة الآن هو العالم المفكر دورة العالم المفكر الهدف منها والمقصود منها أن الإمام ما يكونش متلقي هو في البداية الإمام أخذ عدة دورات متنوعة من خلال أساتذة متخصصونة في جميع المجالات مش فقط بس المجال الشرعي الفقه والتفسير وعلوم الحديث ولكن في مجال الموارد البشرية في مجال التنمية البشرية في مجال الأمن القومي في مجال الأمن الفكري في مجال العلم الاجتماع وعلم النفس وعلوم اللغة العربية المتشعبة لكن النهاردة وزارة الأوقاف بتعد الإمام المفكر بمعنى أنه ليس متلقي وإنما هو يقود الرأي العام الديني في مصر وخارج مصر يقود الرأي العام الديني داخليا وخارجيا من خلال العالم المفكر يمكن النهاردة في البداية 100 إمام متميز شديد التميز 17 قيادة 41 واعظة يبدأ معهم برنامج العالم المفكر وهذه المجموعة أخذت دورات متنوعة وهي هذه غير مسبوقة في وزارة الأوقاف بالمرة إعدادا جيدا للتأهيل للإمام المفكر هذا في البداية بما يخص جانب التدريب ترجمة نانسي قنقر